السلام عليكم انا اسمي كريمة قرم وصفتنا النهاردة دبابيس دجاج او دبابيس الفراغ معمولة بصوص رهيب فعلا طعمه طحفة لازم تجربوها وصفة اقتصادية جدا وصفة نقدر نقول عليها اتنين في واحد بمعنى صوص واحد هنعمل منه وصفتين في منتهى الجمال طعم مميز جدا صوص رهيب اقتصادي معمول بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت اهم حاجة تابعوني لنهاية الفيديو عشان تشوفوا كده طبق من اطباق المطاعم العالمية تحسوا كده وانتوا بتاكلوه اكنكم قاعدين في مطعم لو حبيتوا فيديو النهاردة نزلوا اعملوا لي لايك وكمان تقدروا تنزلوا تعملوا اشتراك بالقناة عشان يوصل لكم كل جديد هقولكم انا سويت ازاي الدبابيس بتاعتي عشان تطلع بالشكل والطعم الرهيب دوت شايفين شكلها حلو ازاي اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم يلا بينا نبدأ اول حاجة بالنسبة للمكونات بتاعتي هنعمل مكونات السوس الرهيب عندي نص كوباية من السويا سوس تمام كده بنزل عليها بمعلقتين طماطم بيوري او صلصة بعد كده بمعلقتين كتشاب نص معلقة جنزبيل ناعم نص معلقة توم بودر نص معلقة بصل بودر ونص معلقة من البابريكا تمام بالشكل ده وبنزل عليهم بمعلقتين من العسل النحل لو مش متوفر عسل النحل في البيت ممكن معلقة سكر وبعد كده بنزل بمعلقة سمسم تمام كده متحمص وربع معلقة من الفلفل الاصمر بس كده وقلبهم كويس جدا مع بعض تمام بالشكل دوت وبعد كده بقى تعالوا هنركنهم شوي على جامل تعالوا بقى نحضر الدبابيس بتاعتي انا هنا عندي الدبابيس الفراغ جبتها غسلتها كويس جدا نقعتها فخل ومالح وممكن لمون لو تحبوا وبعد كده اشرطفتها كويس جدا بالمية عشان تطلع معي بالشكل الجميل ده مسكتها فتحتها من النص بالشكل دوت بحيث لو فيه اي دم فيها يخرج وما يبقاش موجود ما تبقاش فيها دم من جوة بعد كده بنزل عليها بكباية من النشا تمام وقلبها في النشا اغلفها انا عايزيها تبقى مغلفة كلها في النشا فايدة النشا بتبقى مادة ربطة معي في الصوص بتاعي لو حسيت انها محتاجة شوية نشا كمان احط بحيث انا عايزيها كلها متغلفة بالنشا بالشكل دوت تمام كده شايفين يعني تبقى متغلفة طبقة كده ولا هي كتير قوي ولا هي قليلة تمام بعد كده عندي طوصة صخنة على النار بنزل فيها بحوالي 3 معالي من زيت الزيتون لو ما فيش زيت زيتون ممكن تستخدموا اي زيت نباتي متوفر في البيت بحط الفراغ بالشكل دوت برصها كده وبعد كده بسيب الفراغ بتاعتي على نور متوسطة بحيث تاخد صدمة معي تمام بالشكل دوت او لما بلاقي الفراغ خدت صدمة من تحت ببتدي احط رشة فلفل اصمر ورشة ملح وقلبها على الوش التاني وحط برضو كرشة فلفل اصمر واتبالها بالملح بالشكل ده اول ما الدبابيس بتاعتي بتاخد اللون الدهب الجميل دوت زي ما حضراتكم شايفين ببتدي بقى انزل بالصوص اللي انا حضرته تمام بالشكل دوت شايفين شكله حلو ازاي وبعد كده احط كباية مياه كبيرة في البولا اللي كان فيها الصوص بالشكل دوت تمام واسبها بقى على نور متوسطة تستوي وتغلي معي واسناء ما هي بتستوي هبتدي اقلب فيها كويس جدا على الناحيتين بحيث انا عايزة الدبابيس بتاعتي كلها تبقى شربة من الصوص الرهيب دوت تمام ببتدي احط الصوص على الوش بالشكل دوت بعد كده ممكن تحطوا شوية من السمسم تاني بالشكل دوت تمام وتقلبوها كويس جدا هي بتقعد على النار لمدة نص ساعة تمام كده اعرف انها استوت ازاي ابتدي ااخد قطع منها كده لو لقيتوا الشايفين شكلها بقى ابيض كويس جدا وبقت مستوية بالشكل الجميل دوت الطبق ده ما بياخدش وقت خالص على النار شايفين شكلها حلو ازاي ببتدي اقل فيها واعرف انها استوت اول لما لايه الصوص بتاعي تقل بالشكل دوت ابتدي انزلها من على النار تمام هشيل الدبابيس من الصوص وارصها في طبق تمام لها رهيب اه وفي نفس الوقت الطعم بتاعها اه جميل جدا انا هيجبكم تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية انا هنا عندي نص كيلو من الماكارونة اللي سبكتتي سلقتها في ميا وملح تمام كده تعالوا بقى ده الصوص بتاعي اللي على النار هبتدي ازوده اه ميا تمام كده لانه طبعا تقل اثناء تسوية الدبابيس كمان وبعد كده هنزل بمعلقة او معلقتين من الصويا صوص انا عايز الصوص بتاعي ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي هبتدي هسيبه على النار يغلي او لما يغلي هبتدي انزل بالمكارونة اللي سبكتتي بتاعتي بالشكل دوت شايفين شكله حلو جدا الاطفال اللي بتحب الاندومي بلاش اندومي ممكن نعمل لهم الطريقة ديت هيحبوه خالص وابتدي يقلبها المدة دقيقة على النار بحيث المكارونة تشرب من الصوص بتاعي لو حسيت انها محتاجة ملح ممكن اتبيلها بشوية ملح او فلفل اصمر بعد كده ببتدي اقدم الطبق بتاعي بالطريقة اللي تريحكم وتحبوها انا عملته بالشكل الجميل دوت قطعت فلفل حور على الوش بالشكل دوت ورصيته كده ممكن ترصوه بطريقة احلى من كده كمان بكتير شايفين شكلها فظيع وطعمها خطير طعمها حلو جدا شايفين شكله حلو ازاي الطبق ده هيعجبكم جدا اول حاجة ما بياخدش وقت اقتصادي اه عملنا منه اه الدبابيس وفي نفس الوقت عملنا منه اه المكارونة اللي سباكتي طعمها هيبقى مميز جدا طعم وشكل يعني فعلا رهيب هيعجبكم خالص اه لو جربتوه اه قولولي في التعليقات تعالوا بقى نقطعه كده ونشوف قد ايه هو حلو ومستوي شايفين شكله حلو ازاي من بره ومن جوه الفراخ مستوية كويس جدا وطعمها فظيع بصراحة تعالوا بقى ندو اه لسباكتي شايفين شكلها يعني طحفة وطعمها رهيب اتمنى فيديو نعارضة يعجبكم اه وتحبون وتنزلوا تعملولي اه لايك ولو مش عملتم اشتراك بالقناة تنزلوا تشتركوا فيها عشان اه يوصل لكم اه كل جديد واقدر اه اقدم لكم وصفات اكتر من كده بكتير اتمنى الوصفة تعجبكم